اشتركوا في القناة او الدرس اللي فات طبقات الغلاف الجوي واخدنا عنصر من عناصر الغلاف الجوي او عنصر اهم مهم جدا من عناصر الجوية وهو الضغط الجوي وقلنا انه هو عنصر اساسي وتغييره سواء كان بالارتفاع او بالانخفاض بيؤثر لي على باقي العناصر الاخرى من حرارة ورطوبة فان هذا ان شاء الله هندرس بعض الظواهر الجوية وهذه الظواهر الجوية قد زي ما احنا عارفين انه فيه تغيرات وتقلبات في الجو خلال اليوم الواحد او خلال الاسبوع او الشهر او العام دي كلها بسميها ايه بسميها زواهر جوية فبندرس فيها التكسف والهطول وكل ما يخص الرطوبة او يخص المطر او الماء اللي هو بيسقط على سطح الارض من اجل الكاتل حية تقدر تعيش وتكمل دورة حياته ده بالنسبة لدراسة العناصر او بعض الظواهر الجوية اللي بتحييت بينا فهنبدأ نبص مع بعض نشوف اول حاجة عندي ايه هو التكسف التكسف هو عملية تكسيف او تجميع وتحول لبخار المية او للمية من الحالة الغازية الى الحالة السائلة هذا البخار المية الموجود موجود فيه طبقات الجو وبيتحول من الصورة الغازية بتاعته او الحالة اللي هي الحرة بتاعته الى حالة اخرى او الى صورة اخرى وهي صورة ايه صورة السائلة او بقول عليها المية طيب التكسف ده بيحدث عندي لبخار المية هل منه نفسه كده بيحدث التكسف قال لي لا ده لازم في عندي بعض الاشياء اللي هي بتساعد على حدوث هذا التكسف زي ايه زي انخفضت درجة الحرارة لو انا عندي الحرارة انخفضت ايه اللي هيحصل هيحصل عندي تجمع لهذه الجزيئات البسيطة او دقائق بخار المية اللي موجودة عندي وتتجمع مع بعض وتعمل لي ايه حبيبات من المية وتتجمع معايا ايضا لا بد من وجود انوية او نويات عشان تتكسف عليها هذه الكترات المية يبقى عندي عاملين مهمين اوي لحدوث عملية ايه عاملية تكسف يبقى بدون انخفاض حرارة او انخفاض في درجة الحرارة لا يحدث عندي اي من عمليات التكسف ايضا عدم وجود نويات هذه الدقائق او هذه الشوائب او هذه الزرات او هذه العوالق او العوالق الموجودة في الهوى او في الجو عدم وجودها لا يحدث عندي عاملية ايه تكسف اه لكن وجود النويات ده بيساعد معايا ويعزز حدوث عملية التكسف دي يبقى التكسف هو عملية تحول البخار المية اللي عندي من الحالة لغازية الى الحالة السائلة وحنبص معايا هلاقي ايه هلاقي ان بيحدث تكسف بخار مية اذا توفر الشرطين وزيما انا قلت هما وجودة عندي انخفاض الحرارة ووجود انوية او نويات اللي هي بيتكسف عليها ايه بخار المية في حالة ايه انه هو يتحول الى الحالة السائلة ايضا برضو لازم يبقى عندي الهوى اللي موجود ده اتشبع بكمية بخار المية زيادة عن اللي موجودة اللي هو يقدر يحملها او يقدر يشيلها عشان كده ده بيساعد ويدي فرصة اكتر لان يحدث عملية ايه عملية تكاسف لكن او الهوى اللي معايا جاف لا يحتوي على كمية من بخار المية او لسه لم يتشبع بعد بكمية بخار المية اذا بالتالي هيحدث عندي ايه ان يبقى فيه فرصة ضعيفة هيبقى فيه عندي فرصة ضعيفة لحدوث عملية تكاسف يبقى عندي التكاسف عشان يحدث يحدث بخار المية اذا توفر عندي شرطين وهم وصول الهوى لدرجة التشبع اللي معايا يعني فيه كمية من بخار المية موجودة معايا عشان انا اقدر بيها ايه ان انا اقدر يحصل عملية تكاسف لبخار المية وتحوله من الحالة الغازية الى الحالة السائلة وتوفر النويات انا قلت عليها يا الدقائق العالقة في الجو او الشوائب او بعض زرات او جزيئات بعض العناصر المتطيرة اللي موجودة في الجو دي بتساعد على ان تجمع عليها جزيئات المية ويحدث عملية ايه عملية التكاسف يبقى لو جاني سؤال في الامتحان وقال لي عرف ايه التكسيف او ايه التكسف ده ايه والتكسف هو عملية تحول بخار المية من الحالة الغازية الى الحالة ايه الى الحالة السائلة هذا البخار المية بيكون موجودة عندي في الجو يعني لازم يبقى ايه عنصرين يتوفروا عشان يحدث عملية تجميع او تكاسف لبخار المية يبقى عندي النويات دي مهمة وتشبع بخار المية تشبع الهواء الجوي ببخار المية يعني في عندي كمية من بخار المية زائدة عن اه الهواء يعني يعني زيادة دي بتدي فرصة اكتر ان يحصى عملية تجميع للجوزائيات بتاعت بخار المية وحتديني قطرات او تديني اشكال من اشكال التكسف زي ما ان شاء الله حنشوفها بعد كده باذن الله تعالى ده بالنسبة لعمليات ايه عمليات التكسف بعد كده حشوف بقى عندي مظاهر التكسف انا قلت التكسف يعني تحول ايه وجودها عندي بخار المية اللي موجود في الهواء بتحول معايا الى ايه الى مية او الى حالة سائلة يعني من الحالة الغازية الى الحالة السائلة هل كل المية اللي بتتكسف دي شكلها واحد قال لي لا ده التكسف دولها اشكال عندي ازاي قال لي اول حاجة الندى الندى ده شكل من اشكال التكسف ونتيجة ان خفاض ضغط حرارة في الصباح الباكر وده بيتم في الساعات المتأخرة من الليل يعني عند الصباح الباكر او عند ساعة الفجر يعني زي بيقولوا اه بيلاحظ ان انخفاض الحرارة الى ادنى مستوى لها وبالتالي ده بيساعد لي على ايه على تحول بخار المية الموجود وعالق فيه الهواء الجوي الى الصورة ايه الصورة السائلة يبقى انا بحوله من حالة الغازية الى الصورة السائلة نتيجة ايه انخفاض درجات الحرارة وده بيتم في الساعات المتأخرة من الليل او عنده بزوغ الفجر وده قلنا العنصر الاولاني ان انخفاض الحرارة ده يساعد على ايه على عملية التكسف ايضا وجود النويات ده برضو يساعد على ايه على حدوث التكسف فالناده شكل من اشكال التكسف وده بيحدث في الصباح الباكر وده بيتم على الاجسام الصلبة القريبة من سطح الارض نتيجة ايه بقى انخفاض درجة الحرارة ونتيجة ايه وجود عندي بعض بعض الجزائيات اه او او بخار المية اللي هو موجود في الهوى بكمية تسمح لعملية التكسيف ده بيعمل لي قطرات صغيرة على الاجسام الصلبة احنا بلاحظها لما نقوم حتى بدري ونخرج للشغل بتاعنا او نروح للحقول بتاعتنا كناز زراعيين نعمل في الحقول بنلاحظ ان ايه الصور الصور بتاع البيت او اي مسلا مالة او معدة عندي موجودة في الشارع او في الفضاء او في الهوى يعني بلاحظ انها ايه بيتكسف عليها قطرات صغيرة دي بقى اقول عليها قطرات ايه من الندى يبقى الندى عبارة عن قطرات مائية صغيرة اتجمعت بيه بفعل ايه بفعل انخفاض الحرارة اتجمعت في الحتة على اسطح المواد الصلبة القريبة من سطح ايه سطح الارض وده بيتم امتى ده بيتم من بعد الفجر يعني بيكون هذا الوقت هو بتوصل فيه درجة الحرارة الى اقل او ادنى درجة درجة في هذا التوقيت ده بالنسبة لأول مظهر من مظاهر التكسف المظهر التاني من التكسف وهو الشبورة طبعا كلنا عارفين ان الشبورة دي بنلاحظة كلنا احنا خارجينه الصبح في الصباح الباكر بنلاقي ان الجو قدام منا مش قادرين نشوف الاشكال او الناس اللي بعد اه عشرة متر او عشرين متر او خمسين او متين متر او الف متر نتيجة ايه وجود كمية من الشبورة او بخار الماء المتكاسف عندي على سطح الارض او قريب من سطح الارض بيحجب عندي الرؤية ويخليني ان انا مقدرش اشاهد ايه الشيء اللي بتحرك بعد مني وده بيسبب خطورة كبيرة قوي بالنسبة للناس اللي بتسير على الطرق وبيتم تحذيرهم من ان في شبورة موجودة بالشكل كسيف ويقول مستوى الشبورة او مستوى الرؤية مثلا بيصل الى ميت متر او ممكن انا عدم بعد ميت متر يعني بعد انا ميت متر مقدرش اشوف بعدها تاني حاجة تاني خالص وبالتالي لو انا سايق عربية وماشي بيها على طريق في شبورة لو كان عندي المسافة اللي انا قدرشوف بيها او اه 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 ابعت حاجة قدرشوفها هي ميت متر لازم انا اتوخر حذر وامشي على مهدي عشان اعمل عمية توازمة بين صورة السيارة اللي هي بتسير بيها السيارة والرؤية بتاعتي انا عشان اقدر اشوف الاكسام اللي جاي طيب ايه هي الشبورة اللي هي قطرات مائية صغيرة الحج معلقة يعني موجودة طايرة في الهواء ما هياش ايه ما هياش على وش الارض بقى متجمعة على الاسطح القريرة مصطح الارض القريرة مصطح الارض وبالتالي اه هي موجودة معلقة فين معلقة في الجو ودي بتؤثر على الرؤية حتى تصل الى ايه ممكن توصل الى الف متر يعني ممكن انا اشوف بعد مئتين متر تلتمية متر ربعمية متر سلتمية متر سبعمية تبدأ عاقا الرؤية ايه تقل معايا لان ايه اللي ان فيها جزيئات من بخار المية عالق معايا على الشكل ايه على الشكل ضباب او على الشكل ايه بقول عليه الشبورة طبعا الشبورة دي لو ايه احنا جينا استعرضنا بيها هنشوف عندي انواعها واشكالها ايه قال لي اول حاجة ضباب الاشعاع الحراري ده بيحدث نتيجة ايه برودة الارض ماشي لفقدانها ايه الحرارة اللي هي موجودة فيه يعني نتيجة ان الارض سقعت بالمعنى اللي هو احنا بتاعنا اللي احنا متدولين او عارفين يعني لو الارض بردت وانخفضت حرارتها هيحصل ايه حيصل عندي تكون اشعاع هذا الاشعاع بسميه اشعاع حراري وده بيكون على وش الارض بلاحظ ان فيه بعض الطبقات اللي هي موجودة من الشبورة نتيجة الخفاض درجة حرارة ايه سطح الارض وده بسميه ايه بسميه ضباب الاشعاع الحراري يبقى بيحدث نتيجة ايه نتيجة برودة الارض لفقدانها الحراري بالاشعاع الارض عملت شعر الحرارة بتاعتها وبالتالي بديتخفض حرارتها كل شوية ويأثر لي على الحرارة اللي هي محيطة بيها او الهواء المحيط بيها وبالتالي تعمل ايه تعمل تجمع وتكسف لجزئات بخور المية الموجودة معايا وتحولها من الحالة الغازية الى الحالة السائلة في صورة قطرات مياه صغيرة جدا او دقيقة عالقة في الهواء الجوي ودي بسميها ايه بسميها الشبورة هنا في الحالة دي بسميها ايه بسميها ضباب الاشعاع الحراري النوع التاني من الضباب او من الشبورة بسميه ضباب الانتقال وده بيحدث نتيجة ايه النتيجة انتقال كتل من الهواء الحار الرطب على مناطق ايه على مناطق شديد البرودة يعني سقعة يعني انا ماشي الهوى طعم بيتحرك ومعاه كتل من الهوى الرطب يعني ايه هوى فيه بخار مية ووصل الى منطقة من الارض او منطقة ما فيها انخفاض في درجة الحرارة هيؤدي ذلك الى ايه العملية تكسف يعني تجمع لجزيئات بخار المية اللي عالقة في الهوى ويعمل لي حبيبات او دقائق صغيرة من قطرات المية الصغيرة جدا دقيقة اللي هي بتشكل لي ايه الشبورة او بسميها ضباب الانتقال يبدا بيجي مع ايه مع انتقال كتل من الهوى من مكان الى مكان اخر ومع خلاف درجة الحرارة اللي هي موجودة بتاعتي بتاع المكان اللي انا منتقل اليه يحدث عميد ايه عميد تجميع زي انا بقول كده معايا عنصر ماشي بتحرك هذا العنصر يحمل بخار مية ولكن هو ايه هو دافي شوية لما يقابلوا منطقة فيها انخفاض في الحرارة يعني درجة حتى منخفضة ايه اللي هيحصل هيحصل العميد تجميع وتكسيف لبخار المية ده بسميه ضباب الانتقال هنوصل لي حاجة تانية من شكل اشكال التكسف برضو وهو ايه ضباب المدن المدن انت عارف ان فيها زرات غبار وضقائق من غاز اكسل كربون اللي بينبعث من السيارات وعدم المصانع دي كلها يعتبر الضقائق بتؤدي ايه بدي اعتبر النويات موجودة بيتجمع عليها ايه عليها بخار المية وتحول من الحالة ايه من الحالة الغازية الى الحالة السائلة فهنا ضباب المدن ده بسميه ايه ضباب الاشعاع الحراري بيشابه ليه لان فيه خفات في الحرارة موجود النويات موجود هوا مشابع بخار المية لازم يحصل عملية ايه يحصل عملية تكسف لبخار المية وتكون عندي ضباب اللي هو بسميه ضباب المدن طبعا نتيجة وجود بقى زرات الكربون والعادم بتاع السيارات والشوائب الموجودة عندي في المدن ودخنا المصانع دي كلها من العوامل اللي بتسعل على حدوث ايه حدوث عملية التكسيف او التكسف ده بالنسبة لضباب المدن عندي ضباب البحر وده برضو نفس الفكرة بالزبط زي ما عندي كتلة هوائية بتمر على مكان منخفض الحرارة اللي برضو يحدث ديجة مرور الهواء البارد دهوت المشبع برضو بخار المية اللي فيه مية يعني او بخار مية على الصورة الغازية وما يمر هذا الهواء البارد فوق سطح ماء دافئ مشبع بخار المية هيحصل ايه هيحصل برضو عملية تكسف هنا حصل العكس عندي هوا سائع هذا الهواء البارد او هوا المخفض الحرارة هو ماشي على ايه على منطقة فيها بخار مية ايه هي المنطقة اللي فيها بخار المية هو سطح البحر فحصل ايه حصل تجميع وتكسيف لبخار المية اللي موجود عندي عند سطح البحر ده هو ويكون عندي الشبورة ايه المائية اللي معايا اللي بوجود عليها دباب ايه دباب البحر يبع عندي ضباب البحر ضباب المدن ضباب الاشعار الحراري ده كلها انواع من انواع الضباب ده كان الشكل من اشكال التكسف اللي عندنا لما استعرض حاجة تانية من اشكال برضو اه ما ظهر التكسف عندي قال لي برضو التكسف ده مش شرط يبقى ضباب مش شرط يبقى نادة قال لي ده فيه حاجة اسمها ايه اسمها عندي السحب يعني أنا هنا بتكلم على مستوى سطح الأرض اللي أنا بتعامل معها أو اللي أنا بلاحظها أو المباشر ليا أنا بلمس الشبورة أنا لمشي في الشبورة والدم مني لكن ممكن في طبقات الجو العليا يحدث عميل تكسف برضا نتيجة إيه؟ انخفاض درجات الحرارة مع وجود إيه؟ مع وجود بخار المية في الصورة الغازية أو على الحالة الغازية ده يساعد على حدوث عميل تكسف هنا التكسف مش قول بقى عليه ضباب أو شبورة أو حاجة لا هنا بيحدث إيه؟ تكون السحب يبقى أنا منيجة أتكلم على الفرق ما بين التكسف اللي بيحدث عن سطح الأرض واللي بيحدث في طبقات الجو إن عندي هنا بيحدث إيه؟ عندي عن سطح الأرض أول حاجة أقولنا عليها إيه؟ النادة الشبورة خدنا أشكالها أو الضباب خدنا أشكاله عندي منه أربع أصناف من أشكال الضباب لكن في طبقات الجو العليا بيحدث عندي إيه؟ تكسف وبقول عليه إيه؟ بقول عليه السحب يبقى السحب عبارة عن قطرات مائية صغيرة موجودة في تجمعات على ارتفاعات مختلفة يعني مثلا ممكن يلاقي ارتفاع 4 كيلو او 5 كيلو او 10 كيلو طبعا انا بتكلم في حدود الطبقة الهين يا جماعة الطبقة الاولى اللي هي عندي بقول عليها هي الطبقة اللي هي بتشمل على جميع مكونات الهواء الجوي اللي معايا يعني فيها ساكسل كربون فيها اكسجين فيها بوخار مية هذه الطبقة هي عمق الغلاف الجوي او الاساس في او بسمها الطبقة الاساسية في الغلاف الجوي يبقى لو حصل عندي تجمع مثلا ارتفاع 5 كيلو 10 كيلو هلاقي عندي ايه بقول ديت هي صحب طب اتنين كيلو برضو هي صحب بدم هواش ملامس الارض ووصل عندي الارض بقول عليها ايه بقول عليها صحب ده بالنسبة لشكل من اشكال التكسف وطبعا انا هنتكلم عن الصحب بانواعها لان طبعا اه مش كل الصحب بتديني مطر ليه لان يعني ان الصحاب بيمشي علي وانا واقف كده بلاحظ في السماء ان فيه صحاب ماشي وما فيش فيه اي مطر ولا حتى بيدل على ان فيه اي فرصة لحدوث المطر ولكن هو صحاب بس هو شكل من اشكال ايه شكل من اشكال التكسف طيب نستعرض مع بعض هنا الصحب قال لي الصحب دي بتنقسم الى صحب مرتفعة وسحب ايه صحب منخافضة المرتفعة دي بتكون مثلا على ارتفاع بعيدة عن سطح الارض وتصل ايه الى اربعة كيلو او الى اتنين كيلو مثلا اللي هي المرتفعة دي لكن هي في حدود الكيلو متر او اه كيلو مص يعني بتقول عليها ايه صحب منخافضة ودي بكون لها فرصتها دي سكوط الامطار بتكون كبيرة جدا اه عما لو كانت ايه عما لو كانت هي صحب مرتفعة اكتر من لازم يبقى عندي الصحب مرتفعة جدا تتروح ارتفاعها من ستة الى اتناشر كيلو متر دي مرتفعة جدا يبقى المسافة ايه من ستة الى اتناشر كيلو متر يعني بعد الستة كيلو اقدر لو هو تواجد السحاب في هذه المنطقة بقول عليها ايه عليها صحب مرتفعة اما الصحب منخافضة هي اللي موجودة عندي في حدود ايه اللي هي قريبة شوية من سطح الارض يعني حوالي اتنين كيلو او كيلو كيلو نص ودي بيكون قلت عليها ايه لها فرصة لسقوط الايه لسقوط الامطار ده بالنسبة للصحب المرتفعة هذه الصحب المرتفعة اه طبعا بيكون خفيفة ما هياش اه فرصتها لحدوث امطار زي الصحب الايه العلم الارض اللي هي المنخافضة لان بيكون محملة بيه بخار المية او محملة بقطرات المية وممكن الاقي عندي بعض القطرات الايه او حويبات السلج او البرد اللي هي موجودة عندي في هذه الصحب بس الصحب دي مش شرط انها تكون مية بس ولكن ممكن برضو تحتوي على ايه تحتوي معايا على كرات من السلج البسيط ده بالنسبة لانواع الصحب اللي عندي قال لي الصحب بقى عندي ذات النمو الرأسي يعني السحاب عندي اما بشوفه بلاقي ايه متن يا افقي ايه اما رأسي عندي فيه بعض الصحب لها قاعدة ولها قمة الى اعلى هذه الصحب بسميها ايه السحب زات النمو الرأس يعني هي هي بتتكون عن طريق ايه عن طريق ارتفاع الى اعلى يعني لو انا الاقي السحاب الاقي اه مثلا عنقه اتنين كيلو تاتا كيلو يعني لها قاعدة ولها رأس يعني هذه الصحاب بسميها ايه السحب متكونة رأسية او زات النمو الرأس يعني تظهر قعدتها في منطقة الصحب المنخفضة وتمتدر أصيام فين حتة لحد أعلى وتصل قيمتها إلى منطقة الصحب المتوسطة أو المرتفعة أو العالية يبقى هي وسط ما بين الصحب المنخفضة والصحب المرتفعة هذه الصحب بسميها السحب ذات النمو الرأسي ده نوع من أنواع الصحب اللي عندنا تنقسم الصحب طبعا لأشكالها طبعا هناخد بقى الصحب الزغوبية وده عبارة عن صحب شكلها بيبقى أبيض زي ما تشايف في الصورة كده زي الزغب كده أو زي حتة القطنة اللي عندي وده بتبقى بيضاء ناصعة البياض وأشكالها مختلفة ده الشكل الصحب هل أنا لو بصلت للصحب ديت هل ديت توحي بأنها هتمطر؟ طبعا لا ديت مش هتديني مطر لأنها ما فيش فيها أي تكاسف أو أي تجميع بالصورة اللي هنشوفها بعد كده لأشكال الصحب التانية يبقى الصحب الزغوبية اللي من صفاتها أو من مميزاتها أو عرفها إزاي إنها بتكون إيه؟ صحب بيضاء ناصعة مختلفة الأشكال ده بالنسبة لنوع الصحب الزغوبية الصحب الركمية وهنا بقى الركمية ديت هي يعتبر من أنواع الصحب الممطرة أو اللي بتكون بتأثر لي أو بتنتج لي المطر أو بتنتج معايا المطر وتكون أما شوفها في السماء ولاحظها في السماء وهي بتمر علي يبقى فيه عندي أقول إن فيه فرصة لسقوط الأمطار عشان كده لما ييجي الأرصاد الجوية تتنبأ بالجو وسقوط الأمطار فبتقول إيه؟ إن هناك فرصة لسقوط الأمطار هو أعرف إزاي؟ إن هو عن طريق تصوير الأقمار الصناعية للمنطقة ما قدر يعرف إن فيه سحابة من نوع الركامي وهذه السحابة معروفة إنها ممكن بتدي لي كمية من المطر وبالتالي هذه السحابة تتحرك مثلا بسرعة مثلا 10 كيلو متر في الساعة أو 20 كيلو متر في الساعة يعني هتصل مثلا إلى منطقة ما بعد زمن قدره 6 ساعات أو 10 ساعات أو خلال 24 ساعة هتكون وسط لهذا المكان إذن بالتالي اللي هو بيزيع عندي الأخبار الجوية أو نشر الأخبار الجوية بيقدر من خلال معرفة سرعة الريح دي اللي هتحمل هذه السحاب ويقدر يتنبأ بمعاد وصول هذه السحاب إلى مكان ما على الأرض ويقدر يقول إن فعلا بعد 24 ساعة في محتمل سقوط أمطار ليه؟ لأنه عنده هو تنبأ إزاي؟ إنه عنده عارف إنه فيه سحاب ركامي سحاب فيه فرصة المطر بتنزل وبالتالي هذا السحاب يسير بسرعة معينة وهو موجود حاليا في منطقة مثلا وليكن إحنا هنا في منطقة مرسى مطروح على مثلا ما يجيني هنا القاهرة هياخد مثلا 12 ساعة أو 20 ساعة ليه؟ لأنه قدر يحسب المسافة اللي عندي من مرسى مطروح القاهرة مثلا 200 كيلو أو 180 كيلو سرعة الرياحة ديه 60 كيلو في الساعة أو 20 أو 30 حسب السرعة اللي هو آسها وسجلها في نفس الوقت وبالتالي قدر يعرف إن هذه السحاب ستصل إلى القاهرة أو إلى مكان ما في مصر أو على الجمهورية كلها وقدر يعرف حتى تواجد هذه السحاب في المكان الفلاني دهوه في وقت معين وبالتالي هو بيقول لك إن فيه حدوث أو فيه فرصة لحدوث سقوط أمطار يبقى تبدو على شكل قطع مستقلة منها ما هو زوق عادة أفقية وقمة مستديرة متعددة دي السحب الإيه؟ السحب الركامية عندي السحب الطبقية ودي بقى على شكل طبقات يبقى لو أنا قررت بينها وبينة السحب الأولية اللي هي أبلدية دي عبارة عن طبقات بلاقي عندي السحب عبارة عن طبقات ومقدرش أميز طبقات دي عن بعضها ولكن أنا بلاحظ إن فيه بعض طبقة من السحب مثلا لونها داكن لونها فاتح لونها رصاصي أو رماضي يعني دي كلها بسميها إيه؟ بسميها السحب الطبقية ودي برضو بقى لها فرصة لسقوط الأمطار تظهر بشكل طبقات وبتحجب السماء بأكملها ولا يوجد لها حدود واضحة ويصحبها سقوط إيه؟ سقوط أمطار إبهية والركمية بإيه؟ الاتنين دا همت لما شفهم في السماء معلقين في السماء أو ماشيين في السماء أو منتجهين لمكان ما أو أتنبأ إن إيه؟ إن فيه فرصة لحدوث مطر في هذا المكان دي السحب الطبقية أما جي أتكلم على حاجة تانية غير بقى التكسف أنا كده خدت التكسف وأشكال التكسف وعرفت إن عندي من التكسف هو الندى والشبورة والسحب ليه؟ نتيجة تحول بخار الميا من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وأخذنا أشكاله الندى وأخذنا الشبورة وأخذنا أنواع الشبورة أنواع الضباب وأخذنا التكسف لما يحدث فيه طبقات الجو بسميها سحاب واخذنا هنا شكل مظاهر السحب اللمعية وأنواع السحاب لما أجي بقى أتكلم على حاجة تانية من الظاهرة الجوية وهي الهطول هطول يعني سقوط يعني نزول يعني أنا عندي المطر بينزل زي نتيجة تجمع بخار الميا وتحوله من الحالة الغازية لحالة السائلة بقى قطرات مية طب هو في الفضل ماشي في الجو كده خلاص مفيش مشكلة عادي لكن لما يسقط هذه القطرات المعلقة من السماء أو من الجو على سطح الأرض بسمي ده بسمي إيه بسميه هطول أو سقوط يبقى يقصد بالهطول هو سقوط قطرات الماء أو بلورات الجليد في السحب اللي هي ماشية عندي دي تجاه سطح الأرض نتيجة إيه ازديات حجمها إلى درجة لا يمكن لحركة الهواء الرئاسية من إيه من حملها يعني كل شوية أنا كان عندي مثلا خبايبة مثلا من المطر أو قطرة صغيرة مثلا قطرها نص ميلي أو ربع ميلي شوية شوية بقى حجمها بقى قطرها كام بقى نص ميلي شوية شوية بقى عندي قطرها زاد شوية بقى واحد ميلي واحد ميلي ونص اتنين ميلي كل ما قطر حب حبايبة المطر دي بيزيد بالتالي مش هيقدر الهواء يحمل هذه حبايبة المطر أو هذه القطرة البسيء الصغيرة دي وبقت هي حملة عليه ما قدرش هو يحملها إلى أماكن أخرى ولكن هيحصل إيه هيحصل إن هذه القطرة تسقط في هذا المكان وده بسميه هطول المطر أو سقوط المطر يبقى الهطول هو سقوط قطرة المية اللي اتجمعت نتيجة إن حجمها زاد لنتيجة تكسيف وتجميع بخار المية عليها باستمرار هي من نفسها بقت نوية يجمع عليها إيه عليها بخار المية فكل شوية وهي ماشية مع منطقة فيها بخار المية مع وجود انخفاض في الحرارة يحصل على مية تكسف يوم حبايبة المطر دي أو القطرة الصغيرة دي تبدأ زيد في الحجم وبالتالي يبقى الهواء ما قدرش يشيلها ووزنها يزيد معايا يبقى تسقط من الهواء وما قدرش تهارة الهواء اللي هي الحاملة دي إنها تحمل هذه القطرة إلى أماكن أخرى وبتضطر إنها إيه تسقط في هذا المكان اللي ما يحصل فيها عدم قدرة الهواء على حاملة هذه القطرة وبالتالي يسقطها أو هطولها في هذا المكان ده بالنسبة للهطول الهطول برضو زي ما أخدنا قبل كده أنواع التكسف وأنواع الضباب والشابورة اللي معايا برضو الهطول له عندي أنواع الهطول المائي من كلمة الهطول المائي أعرف إن إيه اللي هينزل عندي هينزل عندي مية ولا قطعة من السلج ولا قطعة رقائق قسم من السلج ولا مية بسلج قال لي لا هطول المائي يعني إيه يعني هيتكون هطول المائي من قطرات مية تصل إلى إيه إلى سطح الأرض عندما تكون درجة حارتها أكثر من الصفر بكسير ده بالنسبة إيه لعملية الهطول الماء يعني لو أنا عندي قطرات مية حارتها وصلت إلى أقل من الصفر هيحصل عندي إيه هيحصل عندي هطول لإن إيه هيكون عليها برضو كميات من المية هتتكسف عليها وبالتالي يزيد وزنها وتسقط عندي هزي الايه هزي القطرات ده بسميه هطول مية يعني عندي مية هي نزل لو انا اخدت لاحظتها حالقيها عبرها عن قطرات من المية ما فيش فيها اي مظهر اخر غير المية يعني لو انا اخدت كمية من المية وشفتها وفحصتها بعين المجردة مش هلاقي مثلا فيها حبيبات تلج او قطرات مثلا من التلج او قطع من السلج موجودة لا هي ايه هي مية عشان كده بسميه هطول ماء ده بالنسبة لشكل او احد اشكال الهطول النوع الاخر اللي عندي اللي هو الرزاز برضو الرزاز ده عبارة عن ايه عبارة عن قطرات من المية دقيقة صغيرة رزاز زي ايه زي مثلا انا عندي اه مثلا فتحة دقيقة ويخرج منها سائل تحت ضغط بيدين ايه بيدين رزاز زي مثلا رشاشة العتر كده او الكلونيا بلاقي عندي فيه رزاز صغير يعني حبيبات دقيقة صغيرة من السائل اللي معايا ده بسميه الرزاز فهنا برضو ممكن يسقط عندي الهطول ده على شكل ايه على شكل رزاز وممكن يكون متقطع او مستمر ده بالنسبة لشكل الرزاز لما اجي عرفه ايه اللي عبارة عن قطرات مائية صغيرة الحجم تسقط متقاربة من بعضها يعني قريبا من بعضها وبينتج عنها تدهور في مدى الرؤية يعني انا ممكن برضو من خلال ان انا لو شهدت الرؤية بتاعتي حاليها بالضبط تشبه مين تشبه الضباب او الشبورة لكن هي الحبيبات المية هنا كبيرة شوية عن حبيبات الضباب وبالتالي عشان كده بتسقط ومقدرش الهوى يحملها لكن هو بتاخد شكل ايه شكل الضباب وبالتالي تؤدي الى ايه الى بعض الاوقات انها تقلل من الرؤية او تحجب عني بعض او جزء من الرؤية ده بالنسبة للرزاز يبقى الرزاز عبارة عن قطرات مائية صغيرة الحجم جدا تسقط ليه قال لي تسقط عشان نتيجة ايه ان وزنها زاد شوية وحجمها زاد وهذه القطرات دي بيكون ايه متقربة من بعضها وينتج عنها تظاهر فين في مدى الرؤية الافقية يبقى اخدت عندي النوع التاني من الهطول وهو ايه الهطول المائي وهو ايه الرزاز طيب هل عندي ده نوع بس من انواع الهطول هو المائي فقط لغير قال لا ده في عندي نوع اخر من انواع الهطول المائي قال لي المطر يبقى انا اخدت ايه المطر ده نوع اخر او نوع ثالث ولكن انا كل شوية بتدرج يا ابناء الطلاب في انه كل مازاد عندي حجم الحويبات انا وصلت لايه لحاجة تانية يبقى قدت بتكلم عن رزاز الوقت بتكلم عن ايه عن مطر دلوقتي مطر دي بقى يعني ايه يعني بقى عندي حجم حبيبة المطر او المية عندي بقى كبير عن النوع القابل والنوع اللي قابليه يبقى انا كده ايه بقى عندي كبر معايا حجم الحبيبة. وبالتالي بقى وصل حجمها او قطرها الى كام? قال لي الى نص ملي متر. يعني يعني حبيبة المية دي انا ممكن ايه? ممكن اشوفها كده صغيرة وممكن انا اراحزها كنزلة من السماء. دي بسميه ايه? بسميه المطر. وهو قطرات مائية كبيرة الحجم. بيزيد قطرها عن نص ملي متر. تسقط ايه? متبعدة عن بعضها. المرة فاتت كنت اقول ده ايه? الرزاز ده بينزل ايه? متقرب من بعض. هنا بيزقط المطر حبيبات بعيدة عن ايه? عن بعضها. على شكل ايه? متواصل او على شكل متقطع يعني شوية تديني مطر وتسقط شوية الجو يعني ما يقباش في مطر. وشوية يبدأ ينزل تاني المطر وشوية انقطع. دي بسميه ايه? ايه متا متواصل او متقطع. ده بالنسبة ليه? ليه المطر. ده اشكال ايه? الهطول اللي هو ايه السائل. عندي نوع اخر من اه انواع الهطول برضو. وهو ايه? قال لي الهطول متجمد. انا هنا كده هتكلم عن ايه بقى? عن هطول متجمد. يعني حصل ان انا حولت بخار المية. من حالة غزية. الى سائلة. وقلت في رزاز. وفي مطر. وفي مية نازلة. وفي ايه ضباب وشبر وكلام من ده على سوال ارض. لكن هنا هتكلم عن حاجة تانية وهو هطول متجمد. يعني حبيبة المطر دي. اجمعت وبقت حبيبة سائلة. مع انخفاض الحرارة. حصل ايه? تحول قطرة الماء هذه من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة. يعني بقت ايه? بقت الصلبة عندي. بقت حبيبة جليد. يعني تلج. هذا هذا الهطول بسميه ايه? هطول صلب او هطول متجمد. يبقى بيتكون الهطول المتجمد من بلورات او قراط من الجليد. تصل لسطح الارضة عندما تكون ايه? درجة حرارتها اقل من الصفر. ويشمل هذا النوع من الهطول. عندي انواع بقى برضو زي ما اخدنا. انواع المطر. عندي انواع من الهطول. نستعرض مع بعض كده انواع الهطول اللي معايا. قال لي اول حاجة السلج. يبقى اول مظهر المظاهر الهطول المتجمد او الصلب هو ايه? هو السلج. يعني انا هبواقف مش هلاقي بقى مطر. حبيبة مطر نازلة عليها. لوحديها بس. لا ده ايه? ممكن نلاقيش مطر خالص. ممكن هلاقي الجو الوحد وكده كان فيه غمامة او غيامة او سوحب ماشية متحركة في السماء. انا لاحظت ان الجو بدأ يمطر قطع من السلج. هنا ما بقاش فيه مية. لكن بتمطر ايه? بتمطر قطع صغيرة من التل. نتيجة ايه? انخفاض درجات الحرارة وتصلب قطرات المية. وتحولها الى ايه? الى قراط من السلج. نتيجة انخفاض الحرارة الى مدون درجة الايه? الصفر. يعني حصل عامل تجمد لقاطرة المية وتحولها من حالة السائلة الى الحالة الصلبة. ده بالنسبة للسلج. وده بيسقط عندي ويتجمع عندي ايه ويسقط على سطح الارض. على هشكل شرائح ايه سلجية او بلورات اه سلج. النوع اللي بعد كده وهو البرد. برضو البرد ده بيكون من كتل من الجليد. بس هنا قطرها بيزيد شوية عن ايه? عن خمسة ميلي متر. عشان كنقول ايه? الجو بيمطر ايه? بيمطر حصى او بيمطر طوب. بلاحظ عندي ان يبدأ عندي قطع الجليد دي بتنزل والطرقة على الارض كده وتحد الصوت على الارض او عندما استضر درمها ببعض ايه? الاجسام الصلبة على الارض او على الاسطح وتديني صوت. ده عبر عن ايه? عبر عن قطع من الجليد ولكن حجمها زاد عن كام? زاد عن خمسة ميلي متر. ده بالنسبة للبرد. طيب فيه نوع تاني قال لي برضو من انواع الهطول المتجمد وهو ايه? قال لي الهطول المتميع. يعني ايه هطول متميع? هنا حصل خليط ما بين الهطول اللي هو السائل ده هو والهطول الصلب. يعني في عندي فيه مية موجودة معايا ونزل معها ايه? قطع من السلج برضو موجودة معاها قد تكون زائبة وقد تكون ايه? اه يعني متجمدة او مطافزة بحياتها او بصورة مع مين? مع المية. ده بسميه هطول متميع. يبيصل الى الارض على شكل ايه? مزيج من السلج والمطر. ده بالنسبة للهطول ايه? المتميع. بعد كده بناء نتقل الى مظهر اخر من اشكال الظواهر الجوية وهو ايه? السقيعة. يبنى اخدت عندي التكسف وخد الهطول باخد عندي نوع اخر وهو السقيعة. ده مظهر من مظهر ايه? او احد الظواهر الجوية اللي احنا لازم ننتبه لها اه اللي احنا بنشتغل في مجال الزراعي وعندنا حقول لازم ننتبه يا جماعة يا ابناء الطلاب الى السقيعة. السقيعة ده له بعض الاضرار على النباتات وممكن يدمر عندي النبات. لكن اول هنتعرف ايه هو السقيعة. السقيعة قال لي هو جليد صلب بيكسو الاجسام الصلبة القريبة من سطح الارض. يعني لو انا خارج الصبح في الصباح الباكر بيلاقي عندي بعض الرقائق من التلج موجودة على اسطح بعض المواد الصلبة. زي مثلا عندي الى او معدة او عندي على اسطح النباتات او على اه اه اوراق النباتات في الصباح الباكر. لو وزات احنا عندنا هنا في جو الشتاء الناس اللي هم المزارعين لما يخرجوا للحقول الصبح في الصباح الباكر وراحين مثلا يعملوا اي عمليات زرعية في الحقول ممكن يتوقف عن العمل لتيجة ايه وجود سقيع وجود كتل من السقيع او من البرد او الجليد ده هو على اسطح عراق النبات وبخاصة لو هو هيجمع او هيدم او هيحش اه بعض من نباتات العلف زي البرسيم المصري فيقول ايه انا مش اقدر من انا اه احش البرسيم دلوقتي اتوقف شوية لما يتطير عندي الندى ويتطير عندي ايه الجليد ده يدوب شوية عشان ما يقصر ليش على العلف البتاعي الاخضر ده لان ممكن حيوان يرفض ان هو يتناول هذا العلف طيب السقيع ده له اضرار السقيع ده يعني خفات الحرارة يعني تجمد يعني ايه يعني عندي سوائل موجودة في النبات الخلايا النباتية تحتوي على سوائل لما يحصل الخفات في درجات الحرارة ايه اللي هيحدث عندي في الخلية النباتية حتتجمع السوائل الموجودة في الخلية وبالتالي تعملي برورات سلجية او تلج هذه البلورات السلجية عبارة عن مادة صلبة وبالتالي تؤدي الى تمزق جدر الخلايا وتهتك الخلايا النباتية اللي عندي وبالتالي موت الخلايا النباتية وتلطب عنها ايه موت النبات وبالتالي انا اخسر كمزارع يبقى السقيع له اضرار على النبات ان هو بيؤدي الى تجمد العصارة النباتية وبالتالي تحولها إلى سلج مما ينتج عنه تمزق جدر الخلايا النباتية وبالتالي تلف النبات وحرق النبات أو احتراق النبات وضمور النبات وأنا كمزارع هخسر عندي لكن السقيع له برضو مزايا مش معنى أنه له ضرر يعني يبقى كده مساء كبيرة لا هو برضو له ميزة أو له فايدة بعض النباتات تحتاج إلى كسر طور السكون عندها يعني عندي النباتات اللي هي متساقطة الأوراق زي مثلا النباتات اللي هي أو في وقت الشتاء وتبدأ تسقط أوراقها وبالتالي عشان تظهر أو تدي نموات خضرية جديدة محتاجة إلى فترة لكسر طور السكون عندها يعني محتاجة تتعرر لدرجة حرارة أقل من الصفر أو عند الصفر تقريبا عشان تكسر طور السكون عندها ويتبدأ تنشط من جديد وتبديني أفرع ونموات جديدة عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر تكمل دورة حياتها العام اللي بعدها أو تديني نموات إن كان نموات آآ أزهار يعني أو أوراق مجموع خضري عشان بعد كده أخد من هذه الأزهار بعد عاملة التقيح والأخصاب تديني السمار آآ والتالي لو ما حصلش عندي آآ سقيع في فترة ما من هذه المرحلة وبالتالي مش هيحصل عندي كسر لطور السكون وممكن يحصل عندي تأخر لزهور الأفرع الجديدة أو البرام أو أزنموات الخضرية الجديدة اللي موجودة عندي فيها زي الأشجار ده بالنسبة لفايدة السقيع يبقى عشان هو له فايدة ما أقدرش أقول إن هو ضرره أكتر لا ده مش عايزين السكاة خالص طيب أنا هنا عندي بقى لازم أعمل مت توازن ما بين الاتنين أنا محتاج هنا السقيع ومش محتاج السقيع محتاجه إمتى؟ محتاجه عشان يكسر لي طور السكون اللي موجود في بعض إيه؟ الأشجار الفاكهة اللي هي زي متساقطة الأوراق ومحتاجه عشان برضو إيه؟ عشان خطر إيه نشط لي الأفرع السمرية والأزهار والحاجات دي كلها لكن هو له ضرر يبقى أنا لازم أعمل على الجنب الآخر إيه؟ إن أحمي النباتات الأخرى من إيه؟ من أضرار السقيع يبقى لازم أنا أبدأ أغطي عندي النباتات بتاعتي وحميها من إيه؟ من حدوث السقيع طيب لما جاني السؤال في امتحان وقال لي ما هي أضرار السقيع؟ إيه هي أضرار السقيع يعني؟ أقول له من أضرار السقيع إنه هو يؤدي إلى تلف النباتات وحرق النباتات ممكن أجيبه السؤال ده في صورة علل أقول له علل يعتبر السقيع مضر أو من العوامل التي تؤثر أو تجلب الضرر على النبات أو التي لا يتحملها بعض النباتات ليه علل ليه؟ أذكر السبب ليه؟ هتقول لي هنا في الحالة دي لأن السقيع يعني انخفضت درجة حرارة وبالتالي تجمد العصارة داخل خلايا النبات مما ينتقى عنها تهتك جدر خلايا النبات وموت واحتراق النبات طيب جيني سؤال تاني في السقيع يقول لي كيف تحمي النباتات من أضرار السقيع؟ هنا عشان أنا أحمي نباتاتي من أضرار السقيع لازن أعمل إيه؟ أعمل عملية تغطية للنباتات يأمتا أزرع نباتاتي داخل صوب أو تحت أنفاق عشان تحميها من انخفاض درجة الحرارة وبالتالي تصلب أو تجمد العصارة النباتية اللي موجودة عندي داخل خلايا النباتات ده بالنسبة للسقيع طيب السقيع ده له أنواع له معايا إيه؟ له معايا أنواع قال لي السقيع الشراعي والسقيع إيه؟ التأفوقي ومنه السقيع الأبيض والسقيع الهش أنا ابناء الطلاب لازم لازم أنا كمزارع لازم لازم يبقى عندي توازن لازم أنا أكون مجهز نفسي لأي موجات سقيع زي مثلا لو جاني كده وقال لي إيه؟ أنا لازم أجهز النباتات بتاعتي وأحميها مثلا من الرياح هعمل إيه؟ إن أنا بعمل مصدات رياع عشان تحمي لي إيه؟ تحمي النبات هنا برضو في السقيع لازم أعمل مصدات عشان تحجب الهوى السائع عن النباتات أو إذا كان عندي شتلات صغيرة زي مثلا بعض الفواكه اللي لسه في عمري مثلا أطوار ارتفاع مثلا نص متر عن الأرض أو أكتر بقليل من ذلك أنا عشان أحميها بعمل عليها تغطية وأعمل عليها تحويت عشان أمنع عنها وصول الهوى السائع اللي هو بيأثر لي عليها ده بالنسبة للسقيع وزي ما قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أنا أقوم بيها السقيع ده هو إن ممكن لو اتنبأت عندي بموجة سقيع أو لو سمعت في الإزاعة أو وسائل الإعلام التلفزيون مثلا إن غدا احتمال أو ورود أو وصول إلينا موجة سقيع يبقى أنا لازم أخذ في بالي إن أنا أغطي نباتات بتاعتي أو أعمل عملية أخرى إيه العملية دي إن أنا ممكن عندي أروي النباتات بتاعتي رية خفيفة طيب إيه اللي هيحصل يعني لما أروي نباتات بتاعتي رية خفيفة قال لي أنت كده بترفع الحرارة النوعية للأرض يعني هتحتفظ بإيه بحرارة بتاعتها موجودة وبالتالي الماء ما تنزل مع الأرض هتحفظ لي على ضرعة الحرارة وبالتالي هيبقى المكان دافي حوالي النبات يبقى أنا لو أنا عملت عملية ري بالرش عند التنبؤ بالسقيع يبقى أنا كده بعمل إيه بعمل حماية للنبات بتاعي من أضرار السقيع ومن ضمن الحاجات اللي أنا ممكن برضو الحاجة التالتة اللي أنا ممكن أقي أو أن أنا أعمل عملية وقاية أو أن أنا أقاوم السقيع بتاعتي أن أنا بختار عندي أصناف مقاومة للسقيع يعني إذا كان فيه نوع مقاومة للسقيع يعني أنا ممكن أزرعه في المناطق البردة وما اخشاش عليه وما خافش عليه من موجات السقيع لان هو ايه بيتحمل البرودة الزيادة شوية لكن لو انا عندي نبات لا يتحمل السقيع حطرنا ايه ازرعه في اماكن دفئة او اوفر له الجو المناسب عشان ما يحصرش ايه تلف لهذا النبات وبالتالي انا يبقى عندي صنف مقاوم للسقيع يبقى انا كده ايه مش هخاف على النباتات بتاعتي وبالتالي ممكن اقدر ان انا ازرع نباتاتي وانا متطمن من غير ما اخسر اي حاجة من عوامل انتاج بتاعتي يبقى انا لما ازرع عندي نباتات مقاومة او اصناف مقاومة للسقيع يبقى ده انا كده ايه بقاوم او بتلافة او اه بخرج او بهرب من موجات السقيع وطريقة دية من طرق مقاومة للسقيع برضو من ضمن الحاجات المهمة قال لي ان انا بزرع الارض من نباتات يعني انا ما سيبش الارض بتاعتي مكشوفة كده طول السنة لان لو الارض عندي متغطية بغطاء نباتي غطاء كسيف ده حيعمل لي عمية تعزل ما بين الهوى اللي موجود فوق سطح الارض وبالتالي يحفظ لي الارض بتاعتي بحرارتها وتحافظ لي على الحرارة وبالتالي لو انا الغطاء النباتي بتاعي كتير في المنطقة ديت او في الارض ديت هيحفظ على بعضه ويعني بقول ايه بيدفي بعض النباتات بتدفي بعضها ليه لان فيش اختراق للهوى من خلال الافرع او اي النباتات دي ليه لان الغطاء الكساف او الغطاء النباتي او الكسافة النباتية هنا عندي كبيرة او ما فيش فرصة ان الهوى السائع يختارك ليه يختارك الجزء ده وبالتالي عندي بحافظ على حرارة الارض وبالتالي يحصل عمية تدفية في مكان او منطقة نمو النباتة اللي معايا من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي انا ممكن انا اقوم بها السقيع ان انا اضيف عندي المادة العضوية يعني بضيف عندي بعض الاسمدة العضوية اللي نتيجة تحللها في الارض وتخمرها او وجود بعض الكلات الحية الدقيقة اللي موجودة عندي اللي هتساعد على انتاج كمية من الحرارة اللي تدفي المنطقة المحيطة بين مو النبات وبالتالي انا كده بقدر اقوم بها السقيع الابناء الطلاب النهاردة احنا اخدنا اه ظواهر جوية مهمة اوي بتفيدني انا كرجل زراعي عشان خطر اقدر اتلافى العيوب او المشاكل اللي ممكن تواجهني لان المجال الزراعي انا بانفق كثيرا من المال عشان اجهز الارض واشتري تقاوي واقوم بعملات تسميد ومقاومة الافات كل دي كلها عمليات زراعية ومجهود عضري مني انا كصاحب مزرع او كصاحب حقل او كعامل في الحقل بالتالي دي كلها اموال طائلة بتنفق على المزارع طيب لو انا سيبتها معرضة كده لأي موجة سقيع معدية بالتالي حتخسرني خسارة فادحة وحأخر عندي ممكن تأخر معايا النمام والمحصول او حتؤثر على كمية المحصول الناتج معايا ده بالنسبة لمقاومة السقيع يبقى هتركز تاني معايا لو جاني سؤال ما هو السقيع وكيف هونكم قوموا السقيع اه السقيع اه هجاوب عليه تاني هه مين يجاوب معايا ايه السقيع عبارة ايه بيحسس السقيع نتيجة ايه حدوث انخفاض في درجة الحرارة ماجي عن مدون الصفر وبالتالي ده بيؤدي الى ايه الى تجمد العصارة اللي موجودة داخل خلايا النبات وتهتك ايه الخلايا النبات وخسارة النبات ده بالنسبة لمقاومة السقيع طبعا بالنسبة لانستعرض مع بعض نقخة محددة عشان نقدر احنا نركز فيها في الامتحان بتاعنا ازا جانا اسئلة في الامتحان تاني معاكم هسترجع معاكم بعض انواع الظوهر الجوية تاني في نقخة محددة فقط لغير انا حبيت بس اجمعها لكم في نقاط عشان انا اقدر نصغها في شكل مبسط بسيط يبقى اول حاجة عندي اول حاجة من مظاهر الظوهر الجوية اللي هناخدها وهي ايه التكسف وانا التكسف ده عمية تحويل بخار المية لحالة ايه الغازية للحالة السائلة وبيحدث امتى لما يحصل الخفاض في درجة الحرارة ووجود انوية تقدر تكسف عليها ايه بخار المية اخدنا مظاهر التكسف خدنا النادى واخدنا ايه تاني خدنا الشبورة والضباب واخدنا منه انواعه واننا خدنا ضباب الاشعاع الحلالي وضباب المدن وضباب الانتقال وضباب البحر دي كلها انواع من انواع ايه من انواع التكسف المعين خدنا مظاهر التكسف خار المية في طبقات الجوة العليا وهي ايه هي السحب وانا القطرة المائية صغيرة موجودة في تجمعات على ارتفاعات مختلفة ودي بسميها السحب ومنها انواع عندي بقسم الصحب إلى صحب مرتفعة وصحب متوسطة وصحب منخافضة منخافضة يعني ايه؟ يعني فوق سطح الأرض بحوالي قد ايه؟ حوالي 2 كيلو متر متوسطة يعني ايه؟ من 2 ل 6 كيلو متر مرتفعة يعني ايه؟ يعني من 6 ل 12 كيلو متر عندي الصحب ذات النمو الرأسي عندي خدنا بأشكال الصحب عندي الصحب الزغوبية وقلت دي بتبقى صحب بيضاء ناصعة البياض ولها أشكال مختلفة عندي وفيه صحب ركامية وده بيبقى لونها داكن شوية بيتميل إلى اللون الغامق أو اللون الرمادي أو اللون الرصاصي وده بيكون فرصة لسكوط الأمطار فيها أكتر الصحب الطبقية برضو قلنا عبارة عن طبقات من الصحب مقدرش ميزة عن بعضها إلا من خلال اللون بتاع السحاب اللي معايا إذا كان فيه طبقة لونها معتم أو لونها غامق لونها فاتح شوية لونها أبيض شوية بقدر أقول ايه؟ دي صحب تتقوم من طبقات الهطول قلنا نتيجة بقى تكسيف بخار المية دهوه وتحوله إلى قطرات مية وزادت عن اللازم وحصل فيه توقات الجو العليا بيحصل عندي ايه؟ عاملة هطول يعني سقوط قطرات المية دي إلى سطح الأرض عشان يديني الماء بتاع المطر اللي هستنوه بعد كده فيه ري المحاصيل وري الزراعات أنواع الهطول قلنا هطول مائي يعني اللي بينزل عندي من السماء من الصحب ايه؟ عبارة عن مية فقط لغير على أشكال بقى مختلف هطول اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرزاز أو المطر أو الهطول المتجمد ده نوع آخر يعني المية بتتحول عندي من قطرات مائية إلى إيه؟ إلى ملورات سلجية أو إلى قطع صلبة أو متجمدة السلج ده نوع بعض الأنواع الهطول اللي عندي عبارة عن قطرات من السلج بتسكت عندي وخدنا البرد برضو عبارة عن قطرات من السلج أو قطرها بيزيد عن كام؟ عن خمسة ملي متر الهطول المتجمع المتميع عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطرات من المية مع قطع من السلج مع بعض الأنواع خدناتين مع بعض المتسجين بيديني الهطول المتميع السقية طبعا عرفنا السقية ده بيحدث تتيجة انقفاض درجة الحرارة وهو عبارة عن جليد بينزل عند الصباح الباكر عند الفجر وبالتالي يؤثر على ايه؟ على عمالات الحيوية داخل النبات ويؤدي الى تجمد العصارة اللي موجودة في الخلايا وتحولها من الصورة السائلة الى الصورة الصلبة مما يؤدي الى تلف الانسجة والخلايا النباتية اللي عندي ده بالنسبة للصقيع وقلنا الصقيع له اضرار وقلنا الصقيع له اضرار هذه الاضرار انها بيؤدي الى تهتك جدر الخلايا بتاع النبات وبالتالي نبات مقدرش تكمل حياته وانا كده بخسر كمزارع ازاي احمي نباتاتي من الصقيع قلنا عدة نقاط عشان احمي نباتاتي من الصقيع قلنا اول حاجة لما تنبأ بموجود الصقيع ان انا بروي نباتاتي راي بالرش عشان احفظ من درية الحرارة حول النبات ممكن اسمي التسميده عضوي ممكن انا ازرع اصناف مقاومة لموجودة الصقيع ممكن انا ازرع في اماكن ما يكونش فيها صقيع اه دي كلها كانت عوامل او نقط ان انا برضو ما سيبش الارض مكشوفة عندي وكون الارض بتاعتي بتغطيها بكسافة بكسافة او بغطاء نباتي كسيف عشان احافظ على درجة حرط الارض وبالتالي تحفظ لي الجو المحيط حوليني النبات ويبقى النبات دافي ده كان مجمل الحلقة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة وان شاء الله نشوفكو في حلقة جاية ان شاء الله هنتكلم على مظهر اخر من مظاهر الجوية او مظاهر العناصر الجو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته